موسيقى موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد على البي بي سي المشهد الليلة هو تونسي مع رادية النصراوي أهلاً وسهلاً بك في سيديوهات البي بي سي في بيروت نستطيع أن نقول أن رادية النصراوي هي عنوان لحقوق الإنسان هي عنوان لحقوق سجناء الرأي هي التي تعلم كل شيء عن تعذيبهم واعتقالهم وتدمير حياتهم لأن نفسها هي ناشطة وحقوقية وسياسية أسست المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عام 2003 ولازلت ترأسها يعني في أيام بن علي شاركت عام 2005 في تأسيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات وهذا هو اتلاف سياسي مدني يضم يساريين إسلاميين ليبراليين قوميين وحقوقيين عرفت كما قلت عن دفاعها لمعارضي بن علي بكل توجهاتهم الفكرية والسياسية متزوجة من حب الهمامي الذي كان مرشح لرئاسة الجمهورية وكان بالمرتبة الثالثة بالنتائج الأخيرة هو السياسي تونسي يساري عرف أيضا بمعارضته منذ برقيبة إلى بن علي ونستطيع أن نقول النهضة والسبسي أيضا راديا ترشحت لجائزة نوبل للسلام عام 2011 وطبعا نالت دعم اليساريين والإسلاميين في نفس العام حصلت على جائزة رولان بيرغر لكرامة الإنسانية من ألمانيا وأيضا جائزة ألف بالم السويدية وفي لبنان على جائزة كمال جنبلات أهلا وسهلا وفي هولندا جائزة تسمى خوزن بينينغ هي منظمة لمقاومين قدامة مكنوني من جائزة كذلك أنا ستطيع أن أقول أن الحياة كما سنستعرضها ببعض المشاهد هي حياة قاسية جدا لك ولزوجك ولحياة الثنائي اللي شكلتها أنت ولبناتي كذلك ولبناتك عنديك ثلاث بنات رح نحكي عن موضوع البنت الأخيرة التي رح أبدأ فيها كنت بدي أبدأ بالثورة وسيدي أبدأ فيها بنتك الثالثة حملتي بها وكان زوجك يعيش في السرية متخفي وكان السؤال للبوليس هل هي ابنة حمد الهمامي هذا الولد التي تحمل رادية نصرية وكنت تقولين لا هذا الولد ليس من محمد الهمامي وأعتقد نجن بن علي أين التقت به فماذا حصل يعني عمليا كيف لبكت البوليس بهذا الحال؟ كنت دائما يعني أحاول أن أفلت من البوليس حتى ألتقي بزوجي لأنه لو البوليس تابعني يقع القبض عني وأنا كنت مقررة أنه البوليس ما يوصلش وقف زوجي بسبب أنا فكنت دائما أتخفى وأجد الطرق للهروب من كيف؟ كيف تتخفين وتذهبين إلى حمل همامي؟ من كان يقلك أين هو موجود؟ كيف كان يحصل هذا الأمر؟ مثلا لما المترو يتعدى أنا ممكن بسيارتي يعني نغامر بحياتي ننطلق لكن اللي بعدي ما يمكنش ينطلق السيارة اللي بعدي يكون المترو أصل يعني على سكة الحديد كنت تقطعين بالسيارة ولكن الآخر لا يصد وأحيانا في دائرة نكون ندور ندور إلى أن يشعل الضوء أحمر فأنا نخالف القانون ونمشي في الضوء الأحمر لكن لبعدي ما يمكن لوش لأن السيارات الأخرى تمر يعني بهذه الطريقة وبطرق أخرى عديدة مثلا كنت تتخفي بسياب رجل كنت تنهمين بالليل هكذا إذن بسيارتك ولكن كنت تخاطرين لأن هما كانوا أمام منزلي ليلا نهارا ومعي ليلا نهارا وينما نروح هما معي وعندما يعني ولدت بنتك الثالثة في المستشفى كان هناك أيضا الشلطة في المستشفى على باب غرفة الولادة أنا ولدت في مساحة والغريب في الأمر أن الأطباء والمسؤولين في المساحة كانوا يتركوا المجال للأمنيين حتى يوصلوا تقريبا لغرفة العملية يعني أستاذة كانوا يعني يكونوا موجودين حتى غرفة العمليات كما تقولين لأي سبب يعني ربما حمل همامي سيأتي ويرى الولد أم الضغط عليك لماذا يعني ما هي الفائدة من وجودهم في المستشفى عندما تولدين هما هدفهم أولا ترويع الناس والضغط على الناس وربما حتى الضغط علي أنا لأني أنا بصدد الولادة وهما خارج غرفة العمليات يعني الهدف منه ربما تنغيص العيش الحياة تنغيص الحياة علي ولكن أنا كنت لا أكترث بوجودهم وأحيانا يعني حتى لما كنت في إضراب جوع في مرم المرات للمطالبة بإطلاق صراح زوجي كانوا معايا في المساحة يعني يدوروا يدوروا في المستشفى كانوا معايا في المستشفى في المساحة برأيي كان ممكن يتركوك أن يعني تموتين ولا كان هذا الأمر يربكهم قليلا بأن تموت من إضراب الجوع مثلا إضراب عن الطعام لا في البداية هما معطاوش أهمية للموضوع لكن في وقت من الأوقات لما يعني كبرت الحملة على مستوى الصحف وتلفزات والأجانب يعني من حسن حظي أنا قمت بالإضراب من أجل المطالبة بإطلاق صراح زوجي في الصائفة بديته 26 جوان وكان بعض الأصدقاء والمناظلين غير موافقين على هذا لأنهم قالوا لي الصائفة ربما يمر إضراب متاعك ولا يشعر به أحد وما تكونش فما حملة كبيرة صائفة يعني صيف صيف نعم صيف 2002 فمن حسن حظي أنه ما كانش فما ولا حدث مهم فأصبح الحدث بالنسبة للتلفزات الفرنسية والأوروبية بشكل عام هو إضراب الجوع اللي تقوم به راضي النصراوي فالنظام تحرج وبنعليه في نهاية الأمر لما وصلت يعني اتجاوزت الثلاثين يوم أصبح متحرج جدا وقال إذا هي تقطع الإضراب أنا ممكن نطلق صراح زوجها وبلغني عن طريق أناس آخرين أنه لابد نقطع الإضراب حتى هو ما يكونش خذي القرار تحت الضغط فأنا علقت الإضراب وقلت لو أطلق صراحه انتهى الموضوع أما لو بقي بالسجن فأنا سأعود للقيام بإضراب جوع ثاني يعني بعد ثلاثين يوم شو بيشعر الإنسان؟ هل تشعرين أنك تموتين؟ أنك ذاهبة؟ أن هذا الجسد لم يعد يحتمل؟ أي هو أنا في الحقيقة لما شفت الصور بعد ما أنهيت الإضراب يعني كنت نبكي شفت حالتي مدحورة جدا وضعفت هل في أثر من هذا الإضراب حتى الآن على جسدك؟ هو الإضراب لما يطول يأثر على التركيز يأثر على الذاكرة يعني أصبحت منركزش يعني يصعب علي التركيز لكن مدة معينة وبعد نرجع للحالة العادية أنت يعني تزوجتي سنة الـ 81 حمى الهمامي اللي هو طبعا شخصية معروفة هو نستطيع أن نقول مشواره النضالي بامتياز وأنت أيضا يعني تزوجتي سنوات كان في السجن وسنوات كان متخفية لا أعرف كيف كانتم يعني تلتقيان ولكن في بعض الأحيان كان يعذب ويعذب جسديا أنا أعتقد هو تعذب في وقت بورقيبة في سجن في وقت بورقيبة وفي وقت بن علي عيدر وفي وقت بن علي ولكن يقول أن التعذيب في عهد بن علي أفضع أفضع من سجن أفضع لأنك تشعر أن الأعوان يعني يقتلوا وما يهمهمش تعرف عهد بن علي في بداية التسعينات ماتوا العشرات تحت التعذيب ورغم ذلك السلطات لا تريد أن تعترف بأن هؤلاء ماتوا تحت التعذيب كانوا إسلاميين هؤلاء الناس أكثر أي من الإسلاميين حما هو الشيوعي وقد اعتقل أيام بورقيبة واعتقل أيام بن علي ولكن أريد مشهد أنت عندما زرته ستعت أن ترى حقيقة التعذيب الجسدي الباين على زوجي أنا شفته يوم يعني في لما أوقف في فيفري 1994 شفته كان في المحكمة كان في الزنزانة في المحكمة وريد وجهه بأثار التعذيب وهناك مشهد آخر ما نسيتوش لما زرته في سجن سوسا أنا وبناتي وبنتي الثانية كانت صغيرة يعني كانت ربما عمرها ثلاث سنوات أو أربع سنوات لما خرجنا من الزيارة قالتلي أنا ما شفتش بابا أنا شفت كرويت يعني مربعات لأنه كنا نزوروه مربعات من جهتنا أحنا يعني مشبك من جهتنا ومشبك آخر من جهته هو والعون يعني الأعوان من جهته هو والأعوان من جهتنا أحنا وعون في الوسط هناك متر يعني ما مشى فيه متر تقريبا كان عون يمشي حتى لا نتمكن من الحديث فرادة والكل دورهم أنهم يسجلوا شنو قلنا يعني شنو الحديث اللي دار إذا الحديث يبقى سطحي طبعا سطحي طبعا كيف عرفت أنه تعزب وأنت هونيك هل كان يقول لك الشيء لا طبعا أنا كنت نشوفك محامية نعم مباشرة لكن لما ناخذ ابنتي للزيارة الزيارة العائلية تصير بحضور الأعوان أما لما نزوره كمحامية أنا نحكي معاه بكل حرية وكان يقول آه يقول لي طبعا لا حتى بحضور الأعوان كان يقول لي كان يتكلم يعني عم يعزبوني لا لا كان يتكلم بشكل حر وزوجي شجاع لا يخشى هرادة أنت ضربتي أيضا أعتقد آه ضربت بشكل وحشي يعني عندي كسر على مستوى الأنف ومن حسن حظي أن الكسر يعني موقعش ما تحركش الباقية في مكانه الأنف ثم عندي أثار ماذا ضربت وعين؟ ضربت في بداية مارس 2005 لما دعا بن علي شارون لزيارة تونس بمناسبة القمة في تونس لمجتمع المعلومات نعم فقررنا أن نتظاهر أن نقوم بمظاهرة للاحتجاج على هذه الدعوة فضربني البوليس بكل وحشية وبقيت لا أرى من عين إلى حدود منتصف الليل أو الساعة الواحدة يعني من حوالي الساعة الرابعة والخامسة إلى آخر الليل وأنا أرى بياض يعني كأنما ثلج أمامي ثلوج وكنت أعتقد أني فقدت البصر من عيني ولكن من حسن حظي عدت ويعني عاد لي البصر بعد ساعات عديدة رادية نصروي أنتم يساريين ولكنك أيضا دفعت عن إسلاميين موجودين يعني داخل المعتقلات وربما قد عضبوا لا أعرف كيف يمكن أن تقولي أنك أنت مناصرة للإسلاميين حتى دخلتم ائتلاف ليس فقط كمحامية دفعت عنهم دخلتم ائتلاف حقوقي دخلتم ائتلاف سياسي نوعا ما مع الإسلاميين لماذا؟ أولا أنا أعتبر أن حقوق الإنسان هي للجميع وبالتالي دافعت عن كل الأطياف السياسية يعني لا يهمني انتماء الشخص الإديولوجي أو السياسي وكنت يعني نحكي لك قصة صغيرة كان هناك في المحكمة العسكرية أنا أدافع عن عائلات الشهداء والجرحى ومحامين آخرين يدافعون عن الموقفين يعني عن المتهمين من أمنيين ووزراء إلى آخره وكان رئيس الجلسة يساري قديم يعني هو كان في البداية يساري كان يستنطق وزير الداخلية الأسبق أسبق الأسبق يعني اللي هو اسمه رفيق حجقاس وأنا الوزير هذا عانيت في عهده يعني عانيت الويلات وأعرف جيدا أنه يحقد علي بشكل كبير وهذه يبلغها لبعض الأصدقاء كان الرئيس ما يتركلوش مجال يرد على الأسئلة كان يقاطع في كل لحظة وكان يعتقد أني أنا سعيدة بهذا الموقف فكان يبتسم ينظر لي ويبتسم لكن أنا كنت غاضبة جدا وفي وقت من الأوقات يعني أصبح كل جسدي يرتعش من الغضب وانتقلت إلى مكان اللي فيه محامي المتهمين وقلت من هو محامي هذا الشخص من هو محاميه وكنت غاضبة لأن المحامي لم يتدخل وقلت له تدخل سريعا واطلب من الرئيس أن يترك له المجال ليرد على الأسئلة وبعد مدة يعني استغرب الوزير وبعد مدة كنت سأزور أحد زبائني في مكان اسمه لعوينة حيث يوجد كل باعتقال أيوة فجاءني وكان مبتسما وشكرني قال برك الله فيك وزير الداخلية آه وزير الداخلية له هو مسؤول عن ضربك واعتقال زوجك وملاحقتك آيه معناها أنا سخرية القدر قلت عليش هو يشكر فيها معناها شنو اللي عملت أنا حتى يشكرني نسيت أنا هي المسألة بالنسبة لي بديهية جدا حقوقية بديهية هل هناك يعني بعد المعتقالين أو سجناء الرأي أصبحوا فيما بعد مسؤولين بعد الثورة والتقيت بهم طبعا لقيت أحدهم يعني مسؤول وكنت أنت محاميته والله هو مش بالضرورة أنا محاميتهم ولكن الإسلاميين مثلا اعتقلوا ثم بعد الثورة أصبحوا وزراء وأصبحوا مسؤولين سامين وكنت أتصور أن منعتقلاء ومنعذباء سيقاوم التعذيب سيأمر بعدم تعذيب الناس سيأمر بعدم تسليط الظلم على الناس حصل العبس لكن مع الأسف هذا لم يحصل إذن كان هناك تعذيب أيام الإسلاميين النهضة في الحكم أيام الاتلاف التعذيب يعني ممارسة تواصلت بعد الثورة وإلى حد الآن مع السبسي أيضا هناك تعذيب وأنت شاهدة على هذه الحالات مع الأسف كبار المسؤولين لا يريدون الاعتراف بهذه الظاهرة أنت أي ضغط أكتر شيء أثر عليك نفسيا أي نوع من الضغوطات طبعا لما تتعرض بناتي للهرسلة ولمتابعة الملاحقة من قبل البوليس وفي وقت من الأوقات كادوا يوقفون ابنتي الكبرى لما كان بن عليس يترشح وجاءت الشاشة الوطنية التلفزة الوطنية وطلبوا من التلاميذ هي كانت تلميذة وقتها طلبوا من التلاميذ أن يصفقوا ويقولوا يحيى بن علي فهي قالت يسقط بن علي هي وصديقتها ابنة نقابي يعني ليس هناك ندم في العائلة ولا مراجعة لا لا أبدا كل مناضلين وبنتي خفت على بنتي لحقيقة كنت أخشى إيقافها ولكن في الحقيقة مديرة المعهد كان عندها موقف جيد جدا وشجاع قالت للأعوان لو توقف نادية المعهد كله سيدخل في إضربات وتصير شوشرة رادية كل العرب كل العالم رأوا هذا المشهد العظيم عندما كان رجل يعني في عمر ربما بداية الستينات يقول في شوارع تونس ويبكي في ثورة اليسامين أنت لا تحبين أن تسميها ثورة اليسامين يقول هرمنا فماذا شعرت رادية نصراوي في اليوم الأول من هذه السورة كيف عرفت بها وكيف نزلت إلى ميدان تونس أنا يوم 14 جامفي مع صديقة لي كنا أمام الداخلية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بإطلاق صراح زوجينا لأن حمى أوقف في المنزل وكان معه مناضل آخر محمد مزام واللي هو محامي زميلنا فأوقفوا الأثنين بقوا رهن الاعتقال ليلتين فأنا والصديقة هذه قررنا نمشي أمام الداخلية ونحتج ونطالب بإطلاق صراحيهما وكان التعامل معنا مغاير للعادة يعني ما فيش وحشية ما أتردناش ولكن استدعاونا ندخلوا إلى الداخل للحديث مع المسؤولين لكن احنا رفضنا وبقينا في الشارع وشيئا فشيئا اجتمع عديد من المواطنين ومن المواطنات ويعني فجأة جاءت كل الصحفيين الأجانب وبعد برهة من الزمن سمعنا صراخ سمعنا شعارات أنا خفت لتكون شعارات موالية لبن علي لأنه يوم الثلطاش بن علي قام بإلقاء خطاب يقول فيه اليوم فهمتكم وتونس مش نعملوا الديمقراطية إلى آخرين لكن من حسن الحظ لما قربه سمعت شعارات ضد بن علي فمن قلكش إلى أي درجة فرحت وكنت أشعر بسعادة كبيرة لأنه شعرتهم بالانتصار آه طبعا وأتجوا الإسلاميين على الحكم كيف كان الشعور؟ والله قلنا تجربة لابد يعملها ليقوم بها الشعب التونسي لأنه شعب التونسي اختار الإسلاميين بدعوة أنهم يخافون الله وأنهم مسلمين ولن يقوموا بقمع الناس أو بتسليط الظلم على الناس لكن التجربة بينت عكس هذا يعني صارت عديد الأشياء يعني مثل تفريق المظاهرة السلمية اللي صارت في سليانة بالرش يعني بالسلاح واللي خلفت مئات الضحايا ولكن أيضا صديقكم شكري بالعيد اغتيل أيام النهضة أي طبعا يعني هو صديق زوجك كانوا سوا في نفس الاعتلاف وصديقي أنا كذلك زميلي وصديقي كنتم منتظرين أن يكون هناك اغتيال سياسي من هذا النوع ويعني كيف وصلكم الخبر في الحقيقة ما كنش ننتظر هو في صبيحة يوم ستة فيفري أعلمنا أحد المناظرين أن شكري وقع أطلق الرصاص عليه على مستوى الرأس خاصة وأنه يعني قد يكون ميت نعم هل تعرفين السيد غنوشي؟ هل قابلت؟ أعرفه ودافعت عنه في المحكمة؟ في وقت بورجيبا في عهد بورجيبا كان تعرض لمحاكمة رأيي منذ زمان ودافعت عنه ثم فيما بعد هو غادر تونس ليعيش في بريطانيا مدة طويلة وعاد بعد الثورة كيف قرر حمى الهمامي زوجك بترشح للانتخابات الرياسية؟ كيف قرر لماذا؟ من طلب منه؟ كيف تمت الاتصالات؟ هو في الحقيقة الذي اقترح أن يكون حمى مرشح الجبهة هو المرحوم شكري بالعيد هو الذي كان يقول ويصرح دائما أن حمى الهمامي هو مرشح الجبهة للرئاسة ثم عديد الناس شجعوا يعني هناك تقريبا إجماع في الجبهة لترشيح حمى الهمامي للرئاسة بن علي هذا سؤال الأخير ملفات بن علي قيلة الكثير قديش في منها صحيح؟ وما هي أنت كمحامية ما هي قيمة ساروتو الحقيقية؟ والله أن بن علي غني جدا هذا أمر لا يحتمل النقاش والمشكلة أن بن علي بالنسبة إلي لو يعود إلى تونس ويعترف بالجرائم التي قام بها ويطلب العفو من الشعب التونسي أنا شخصيا نتسامح ستدافعين عنه؟ لن أدافع عنه لأنني أدافع عن ضحاياه يعني ما يمكنش ولكن اندفع عن حقه في احترام كرامته حقه في احترام حرمته الجسدية حقه في محاكمة عادلة هذه مبادئ يعني بالنسبة إلي تطبق على جميع الناس حتى أعدائي يعني لا بد أن يتمتعوا بمحاكمة عادلة ولا بد أن تحترم حرمتهم الجسدية وكرامتهم يعني أنا هذه مبادئ مقتنعة بها بشكل كبير جدا إلى درجة أني تعرضت إلى حملة يعني حملة في الصحافة وعبر الانترنت لما قلت أن الإرهابي لا يعذب والإرهابي لا يعدم لأنني ضد عقوبة الإعدام والإرهابي يتمتع بمحاكمة عادلة والحال أن زوجي من أكثر الناس المهدد يعني من قبل الإرهابيين يعني وأنا كذلك مهددة ولكن أقل درجة من زوجي ممكن نقول لك أنه لو لا أن البوليس يحمي منزلنا يعني هناك أعوان يقضون الليل أمام منزلنا لما كنت أنام يعني رادية نسروي طبعاً مثل ما قلت أنت عنوان لحقوق الإنسان أنا بس بدي هنيكي أنك تعيشين مع حملة همامي أخيراً تحت سقف واحد ونوعاً ما هنيئاً شكراً لوجودك معنا في برنامج المشهد على البي بي سي شكراً للمشاهدين لوفاء وإلى اللقاء الأسبوع المقبل شكراً شكراً للمشاهدة